السلام عليكم برحمة الله وبركاته طلابي طلاب تانية سنوية ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض الدورة الدموية انا عندي 3 دورات دموية دورة رقوية صغرى دورة جسمية او جهازية كبرى ودورة بابية كبدية فده اللي هما جيين في الدرس التاني اللي هو تابع النقل يعني في الانسان طيب دي شوية صور كده ورسومات بشرح لنا الدورات بس انا حابب ان انا ابتدي معاك الاول برسومات كده ان ارسمها بخط ايدي يعني تفهم الاول وبعد كده نروح نشوف الصور ورسومات طيب الموضوع بيبتدي منين الموضوع بيبتدي مثلا مكان ما كنا وقفين عند الهضم في الجهاز الهضم ده كده مثلا قدي المريئة هوت ودي كده المعدة واستحسن انت برضه لما تيجي تذاكر يا لت ترسم الرسم بيثبت المعلومات اكتر يعني انا سبت الصور والرسومات الجميلة اللي في قدي كلها وهبدأ ان انا نرسم لك رسمة مش احسن حاجة يعني عارف بس ان شاء الله هتفهم منها طيب ده كده المعدة ودي كده الامعاء هيت ماشي ده كده الامعاء طيب لسنا عشر مايهمنيش بقى الجزء اللي بعد كده مش مهم يعني انا يهمني ان انا هيحصل بقى بعد كده هنا ايه الامتصاص بداية من الامتصاص هنكمل طريقنا همتص ايه همتص نوعين من الاكل انا عندي فيه نوع من الاكل بيكون فيه نوع بيمشي فيه الطريق الدموي طريق دموي بقول عليه طريق زراعي طريق دموي بقول عليه طريق زراعي ليه زراعي لانه بيمشي في مطبط كتير زراعي طيب وعندي طريق تاني بقول عليه طريق لنفاوي تمام او الطريق خلي بالك بمشي في الوعى اللنفاوي او الوعى اللبنية بقول عليه بقى طريق صحراوي لانه ما بشفهم طباط كتير طيب تعالينشوف الطريق الدموي الدموي دا بيكون هنا فيه وعاء اسمه الوعاء او الوريد البابي الكابدي دا كده اسمه وريد بابي كابدي ده كده وريد بابي كابدي طيب بيكون فيه هنا مين بقى بيكون بعد كده فيه الكبد تعال نرسم كده ده الكبد طيب بعد كده بيطلع من الكبد وريد تاني اسمه وريد كابدي ده كده الوريد الكابدي الوريد الكابدي ده بيبدأ ان هو يدخل فيه وريد كبير اسمه وريد أجوف سوفلي. ده كده الوريد الاجوف السوفلي. بعد كده قدي القلب هوت عندنا. تعال نرسل كده القلب. يشي الرسمي مش احسن حاجة بس يلا. هو ده كده ده كده القلب. طيب بيبعبارة عن اربع حجرات. ماشي. يبقى دلوقتي معي الوريد ده اسمه وريد بابي كبدي. ده كده وريد بابي كبدي. طيب وده كده وريد كبدي. وريد كبدي. انما ده اسمه وريد اجوف سوفلي. طبعا طالما وريد اجوف سوفلي بيحمل دم ايه دم غير مؤكسج. طيب وبيجي من فوق هنا كده. نخليها باللون باللون الازرق برضو. ده هنا كده وريد اجوف علوي. ده برضو وريد اجوف علوي. الوريد الوريد الاجوف العلوي ده برضو نفس الفكرة بيكون فيه دم غير معاكسج. الوريد ده دي بتبتد انها هتجمع لي الدم من الجسم كله سواء كما الوريد الاجوف العلوي بيجيب للدم من الجزء العلوي في جسم الانسان اعود. والوريد الاجوف السوفلي بيبدأ انه يجمع للدم من الجزء السوفل لجسم الانسان. وبدأ انه امه يصبوا الدم فيه الوزين الايمن. ده كده الوزين الايمن. ماشي. ده كده بعد كده الوزين الايمن بيبتد انه هو يصب الدم الغير معاكسج فيه البطين الايمن. بطين الايمن. البطين الايمن يبدأ انه هو يضخ الدم في شريان اسمه شريان رأوي. ده كده الشريان هوات الرأوي. فالشريان الرأوي ده بيبدأ انه يتفرع لفرعينا. ليه? لانه وبيودي الدم للرقيتين اسمه شريان ريقيه وبإذن هذا الشريان رقيه يريد دمر carne غير مؤكسش الشريان رقيه بعد كده الرأتان دول بيخرجوا ثَنِي أكسيد الكربون يدخل مكانه استعمال تبادل الغازات يدخل الغازات ويدخل الأكسوجين لجوه الايصر وطبعا بيكون معايا اربع اوردة اتنين من هنا واثنين جايين من هنا بيعدوا طبعا من ورا هنا عشان يدخلوا في الحتة دي كده فاسمها اوردة رقوية اربع اوردة رقوية اوردة رقوية ودايب اسمه وزين ايصر طيب بعد كده الوزين الايصر ده يبتدي ان هو يضخ الدم الى البطين الايصر البطين الايصر واللي بيفصل ما بينهم حاج يبدى ايعمل شيئ كذا ينزيل ظهر موزة شبه الموزه مآلوبه ويطلع منه 3 ظهر افرق و empresa يغزي الدماغ والطرفين العلويين ويبدى انهو ينزل العلوي هنا وينزه دعا ..و عشر يغزي البطن ومن ضمن الافرق يغزيلك الكبد في فرقة هنا يروح يغز الكابد اسمه شريان كابدي شريان كابدي تمام ومسلا لو في هنا كلية ولا حاجة برضو بروح يغز الكالية فيبقى اسمه شريان كالوي طيب مين هو الطريق الدموي او مين هي المواد اللي تمشي في الطريق الدموي اللي هي الحاجات اللي بتدوه في الدم زي مين سكريات سكريات احادية احماض امينية فيتامينات موجودة مثلا فيتامين بي وفيتامين سي طب امين من الحاجات اللي بتمشي في الطريق الصحراء والليمفاوي اللي هي الاحماض الدهنية طبعا احنا نشوف الكلام ده كله بقى تطبيق دلوقتي في الصور يعني ده اسمه مش احسن حاجة بس ان شاء الله في الصور هنطبق كل الكلام ده كله دي احماض دهنية وكمان الجليسرول وكمان الفيتامينات اللي بتكون موجودة في كلمة اكيد اي و اي و كي و دي فيتامينات موجودة في كلمة اكيد اكيد انا كتبتاش بالتفتيب بس ماشي تمام اكيد اهيت اي كي اي دي الفيتامينات ده كلها بتمشي في الوعاء اللي مفاوي طبعا فين الوعاء اللي مفاوي بيتلاقيين ماشا كده لف لفة او اتخلي باللون نغضر بيترقيين راح لفف كده لفة وبدأ يعدي الكلام ده كله عشان كده بقولك طريق صحراوي بدأ يعديلي الكلام ده كله ويبدأ ان هو يدخل القلب عن طريق الوريد الاجوف العلوي فبقولك ده اسمه طريق صحراوي لكن التاني ده كده اسمه طريق زراعي طبعا انا عندي تلات دورات دموية نفهم بقى ايه هم التلات دورات دموية اول حاجة الدورة البابية الكبدية الدورة البابية الكبدية بتشمل الوريد البابي الكبدي اهوة ده وريد كده بابي كبدي وبتشمل الوريد الكبدي والكبد ده بيدخله تلات او بيتصل بتلات اوعية دموية وعاء دموي اسمه الشريان الكبدي اهوة رقم واحد والوريد البابي الكبدي اللي هو رقم اتنين وكمان بيتصل به وريد كبدي ده بيكون رقم تلاتة يبنى معايا كم عاء دموي معايا تلاتة اتنين بيحملوا دم مابقسج. دم مؤكسج. اتنين ما يشيلوا دم مؤكسج. ما هو شريان الكبدي. لأ واحد بس بيحمل دم مؤكسج الل هو شريان الكبدي. دم مؤكسج. وبعد كده اتنين hitting دم غير مؤكسج هو الباب الكابدي غير مؤكسج. و ده برضه بيكون غير مؤكسج. فاقول لك مين هو العضو غير القلب اللي بيدخله دم مؤكسج sen وبيخرج منه دم غير مؤكسج هتقل لي الكبد الشرين الكابدي بيجيب له دم مؤكسش والوريد البابي الكابدي بيجيب له دم غير مؤكسش يعني بيدخل له دم مؤكسش وغير مؤكسش وبيخرج منه دم غير مؤكسش في الوريد الكابدي طب فيه نهاية الدورة البابية الكابدية بتنتهي عند الوريد الأجواف السفلي بتنتهي كده عند الوريد الأجواف السفلي تبتدي منين بتبتدي من الوريد البابي الكابدي عند الأمعاء لما يمتص الغزاء من الأمعاء طب هو الوريد الباب الكبدي ده بيجيب الدم او الغذة بتاعه بيجيب الغذة طبعا من المعاية الدقيقة وكمان بيكون فيه تلت اعضاء بيقولونه خد معاك ايه خد معاك الدم ده في السكة عارف انت اللون هو ماشي كده فيقولك ايه خد الحاجات ده معاك في السكة او نفس الفكرة بيكون عندي المعدة بتصب في الوريد الباب الكبدي وكمان بيكون عندي طحال هنا كده بيصب في الوريد الباب الكبدي وكمان بيكون عندي بنكرياس برضو بيصب في الوريد الباب الكبدي بنا معايا كم عضو بيصبوا في الوريد الباب الكبدي أربعة معدى طحال وبن كرياس وكمان الأمعاء الدقيقة كده كده أصلا الأمعاء الدقيقة معايا في الأول خلص يبقى بن كرياس وتحال ومعدة وأمعاء دقيقة يصبوا دمهم فين أو يصبوا مقارات بتاعتهم فين يصبوا المقارات بتاعتهم في الوريد الباب الكبدي اللي بيروح يصب بعد كده فين بيصب في الكبد طيب ونفترض أن فيه واحد مثلا وكل بسبوسة كبيرة كمية كبيرة من البسبوسة صنعت بسبوسة على حاجة فيها مثلا 1ت جولكوس فأنا 1ت دول مش هحتاجهم في حاجة أنا مثلا اما نفترض بحتاج من 8-120 طيب بخزن الجولكوس ده فين بخزنه في الكبت في صورة ايه بخزنه في صورة جلايكو جين جلايكو جين يتفضل واخد النسبة اللي أنا عايزها بس واخد النسبة اللي أنا عايزها بس عوديها في الوريد الكبد اللي هو من كان من 80 إلى 120 هبامين الوعاء الدمو اللي بيحتوى على احلى نسبة من الجلوكوز هو الوريد البابي الكابدي لان كل الجلوكوز الانسان بيأكله بيتصب في الوريد البابي الكابدي الزيادة على حسب منهجك طبعا فيه تفاصيل كتير هتفهمها اكتر ان شاء الله في سنة تالتة سنوي بس على حسب منهجك ان هو طبعا الزيادة بخزنها في صور الجلاكوجين في الكابدي علشان كده واخد الطبيعي واخد الحاجة اللي انا عايزها بس في الوريد الكابدي والحد هنا انتهت الدورة البابية الكابدي طب ندخل بعد كده الدم بيتجمع من كل الجسم دم غير مؤكسة جيتصب في الازين الايمن الازين الايمن ده يبتدي ان هو يضخ فيه الدم بتاعه للبطين الايمن اللي بيدخ بعد كالشلون الراوي وديها للرئة فالرئة تعمل تبدو الغازات ترجع تاني في أوريدة رئوية ودي بقى الدورة الرئوية الدورة الرئوية بتبتدي من البطين الايمن اهو بدايتها هو بطين ايمن ده البداية طب بتنتهي فين عكس عكاس يعني عكس عكاس هي ابتدت في بطين ا يبقى تنتهي في اوزين هي ابتدت في ايمن ا يبقى تنتهي في ايصر يبقى تاني الدورة الرئوية الصغرى عكس عكاس يعني بتبتدي في بطين ايمن تنتهي في اوزين ايصر او دي نهايتها دي النهاية بتاعتها طيب ماشي طب الدورة الجهازية برضو عكس عكاس اي دورة بتبتدي في البطين اي دورة ده سواء كانت الراوية او الجهازية بدأت في البطن الايصر انتهت في الوزين الايمن طيب تعالي نطبق باقي الكلام ده كده على الرسمات الجميلة بقى بتاعتنا ان شاء الله واحدة واحدة كده قلتلك انا مبدعيا كده عندي تلات دورات دموية دورة جهازية كبرى دورة جهازية او بقول عليها دورة جسمية ودي الدورة اللي بتكون دورة كبرى هي الكبيرة والدورة التانية ده اسمها الدورة الرقوية ودي الدورة بتكون صغرى وعندي دورة تالتة لها الدورة البابية الكبدية بابية كبدية طيب دول التلات دورات نمسك اول حاجة الدورة الرقوية طيب الدورة الرقوية بتبتدي منين بتبتدي معايا من البطين الايمن البطين الايمن بياخد دم غير مؤكسش تمام بيبتد ان هو يضخ خلي بالك الدورتين بيبدأوا في نفس الوقت ليه لان الوقت اللي بينقبط فيه البطين الايمن هو هو نفس الوقت اللي بينقبط فيه البطين الايصى فانت تبقى عارف الحتة دي يعني الدورتين منحس الوقت وهما بيبتدوا مع بعض لكن المكان لا المكان بقى بيختلف يبنى عند الدورة الرقوية بتبتدي فين بتبتدي في البطين الايمن بتنتهي فين في اكسع كاسي بل ازين الايصى يبنى عند الدورة الرقوية البداية البداية مين بطين ايمن تبقى النهاية اعكسها على طول تعكسها تبقى وزين ايصر طيب بالدم بيمشي فيه الدم غير مؤكسج يمشي فيهن يمشي في الشريان الراوي اهو يطلع في الشريان الراوي الى الرأتين بعد كده يتفرع الى فرعين فرع الرأة اليمنى وفرع للرأة اليسرى فيكون عند الرأة هيط ده الرأتين طبعا بيكون فيه قصبة حوائية بتاخد غاز ساني اكسيد الكربون وتخرجه طبعا ده بيكون دم كله دم غير مؤكسج ابدأ ان انا ادخل مكانه دم مؤكسج ابدأ ادخل مكانه اكسوجين او اتقادي الاكسوجين يبدأ يرجع لي فيه الاوريدة الرأوية ودي الاوريدة الوحيدة اللي بتحمل دم مؤكسج تبدأ تصب فيه تصب فيه في الاوزين الايصر لحد هنا كده انتهت مين? انتهت الدورة الرئوية بتبتد منين? بتبتد من البطين الايمن وتنتهي في الاذين الايصر الشريان اللي فيها بيحمل دم غير مؤكسش الشريان اللي فيها هو الشريان الرئوي والوريد اللي فيها هي هنا اربع وردة رئوية طيب لو لاحظت دي دورة رئوية يبتد من هنا الدم هووات ماشي 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 لاحدي مدهخل للرائتين بعد كده يرجع ثاني في الاوريدة الراوية يصوب thermostat الاذين الايصر طيب نأخذ بعد كده نشوف بقى موضوع تبادل الغازات ده يعني نبزة سريعة كده أنا عندي الرئة بتكون من الرئة الوحدة بتكون من حوالي 600 مليون حويصلة هواقية اسمها الفيولاي دي الكده الحويصلة الهواقية هاي دي واحدة بس من 600 مليون اللي بيحصل بتلاقي فيه دم غير مؤكسج داخل هنا كده هوت دم هوت غير مؤكسج يعني بيكون فيه كرات دم الحمرة بيكون فيه هيموجلوبين الهيموجلوبين ده اسمه كاربامينو هيموجلوبين كاربا مينو هيموجلوبين تمام بيبتدي ان هو يصب بمين يصب بسانيكسود الكربون وياخد مكانه الاكسجين فيتحول الى دم مؤكسج بيكون فيه اكسجين بخلية دم حمرة اهيت بيكون فيه هيموجلوبين بروتين الهيموجلوبين بيحتوي على اكسجين فيبقى اسمه اكسي هيموجلوبين اكسي هيموجلوبين دي كده شكل الشعيرات الدموية طبعا نكبرته خط المنظر ده كده ناشي ده كده الرئتين قوت منظر تبادل الغازات منظر كرة الدم ده كده وعاء دموي وده كرة الدم الحمرة ماشية في الوعاء الدموي ده منظر تبادل الغازات عشان كده الشعيرات الدموية بتبقى الجدار بتاعها رقيق وبرضو الجدار بتاع الغلاف او الغشاء بتاع الخلاة برضو بيبقى رقيق ده كده منظر القلب هوات الدم بتجمع فيه البطين الايمن دم غير مؤكسج طبعا اللي بيفصل ما بين البطين الايمن والليزين الايمن الصمام سلس الشرفات هنا ده كده الصمام سلاسي الشرفات بعد كده يبتد ان هو يضخ في الشريان الراوي فالصمام ده كده اسمه صمام راوي اهو ده كده صمام راوي ده كالشريان الراوي يروح يودي للرقتين من هنا ومن هنا بعد كده الرقتين يبدأوا ان هم يرجعوا الدم عن طريق الاوريد الرقوية ادي واحد اتنين وثلاثة واربع خلا بقى لك الثالث والربع دول هيعدوا من وراء القلب ما هماش داخلين للازين الايمن ده ما بيعدوا من وراء القلب ماشي دي اسمها الاوريد الرقوية تبدأ ان هتصب لي فين في الازين الايصر هذا الازين الايصر بيحتوى على دم مؤكسج بعد كده بيعد من صمام سنائي الشرفات او صمام المترالي بعد كده صب في البطين الايصر ده كده البطين الايصر لاحظت ان جدار البطين الايصر بيكون اكتر سمكن من جدار البطين الايمن له لانه بيضخ الدم الجميع اجزاء الجسم هيبتدي انه يضخ الدم في الشريان الاورطة ادي الاورطة اللي بيعمل شبه الموزة اهوات مقلوبة موزة مقلوبة والصمام ده اسمه صمام اورطة صمام اورطة صمام الاورطة والصمام الرقوي اسمها صمامات هلالية الاثنين مع بعض اسمهم الصمامات الهلالية الفضل يبدأ انه يفرع بالتنسبة ل missed plant حتى يغزي طرفين العلويين ويدرع شماع ويغزي كمان خلايا المخ ، ويغزي ، وينزل ثاني يغزي الأجزاء الجسم اللي بتفرع منو تفرعات شريان زي الشريان الكالوي شريان زي الشريان الكابدي تقلك السابق الجاهزية او الدورة البابية ده دورة جهازية دلي البداية والنهاية قلنا البداية والنهاية عكسي بتبتدي في بطين ايصر طب بتنتهي فيه اوزين ايمن تمام يعني بدايتها في البطين الايصر بتصب فين البطين الايصر يصب فيه الاورطة السمام ده اسمه سمام اورطة ده كده الاورطة يعمل كده شبه الموزة وتلاقيه رح نزل لتحت يطلع منه ثلاث تفرعات تمام بعد كده بقى الدم يتجمع من الجسم كله تاني ويرجح فين في الوريد الاجواف في الوريد الاجواف السفلي والوريد الاجواف العلوي يبقى الشرعين بتاعتها والاورطة والوريد الاجواف السفلي والوريد الاجواف العلوي وبكده تبقى انتهت الدورة الدورة الجهازية او الدورة الجسمية او الدورة الكبرى طيب برضو من ضمن الاقسلة الجميلة ده الدورة البابية الكبدية هي بتشمل كل من مين ده كده الوريد البابي الكبدي اهو وريد بابي كبدي بيصب في مين ده الطحال كمان معايا المعدة وكمان البنكرياس ده البنكرياس ههو ودي المعدة هي والطحال كلهم بيصبوا فين كلهم بيصبوا في الوريد البابي الكبدي اللي بيروح يصب فين بيصب في الكبد بعد كده الكبد ده بيصوب في الوريد الكبد اللي بيصوب بعد كده في الوريد الأجواف السفلي دي الشعارات الدموية هيت في الكبد منيشي من ضمن الأسئلة الجميلة جدا اللي قبليتني إنه هو مثلا ممكن يجيب لك رسمة كده أنا عايز بس مكان فاضي كده هنا كده كويس بيقول لك دي مجموعة من الخلايا هيت والخلايا دي بتكون موجودة في الأمعاء ماشي وبيكون فيه مثلا الوعاء ده وممعاء دي هاقه ماشي والوعاء هنا مثلا سين وهنا صاقط وجاب لك اتجاه الدم كده انت قلتلي إن دي الأمعاء والعباء بيحصل فيها امتصاص وده كده دم يعني ده كده دم فالامتصاص هيحصل امتصاص مين؟ امتصاص سكرات الأحادية وامتصاص الجولوكوس سكرات الأحادية اللي من ضمنهم الجولوكوس والأحماض الامنية هبدأ ان انا امتصوهم وصبوهم هنا كده طيب والدم اللي هنا جاي من هنا ده كده شرياء وده كده هيكون وليد ماشي انا يعني انا بس بشرح لك سؤال كده هيقابلك وانت بتحل يعني تمام؟ قرات الدم الحمراء اللي هنا بتكون جايبة الأكسوجين وبتاخد ملء تاني مين؟ بتاخد ثاني أكسيد الكربون طيب احنا عارفين دلوقتي ان سين ده بيكون ايه التركيز العالي اللي فيه؟ التركيز العالي اللي فيه هو الأكسوجين هيكون فيه أكسوجين طيب صاد ده هيكون فيه تركيز عالي ثاني أكسيد الكربون وكمان هيحصل فيه امتصاص امتصاص لمين؟ للسكرات الأحادية اللي هو زي مين؟ جولوكوس وفركتوز والجالكتوز وكمان هيكون فيه فيتامين بي وفيتامين سي وكمان هيكون مين؟ التركيزات العالية فيها هيكون أحماض أمينية لانه بيحصل امتصاص لأحماض الأمينية يبقى يخلي بالنا برضو من ضمن العسل اللي لانه وقال لك أمعاء والأمعاء بيحصل فيها امتصاص نيجي بعد كده للجهاز الانفاوي الجهاز الانفاوي هو بيشارك في وظيفتين وظيفة النقل لانه بين المين؟ طبعا احنا للسه إليك انه معايه طريق صحراوي طريق لنفاوي بين المين الأحماض الدهنية وبين الكمان جليسرول وبين الفيتامينات اللي بتكون موجودة في كلمة أكيد ماشي يعني فيتامين A وK وA وD وكمان جهاز اللنفاوي بكل دور مناعي ليه؟ لانه أصلا بيتكون من إيه؟ بيتكون من لنف طب وهاللنف ده يعني اللنف ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل محتويات البلازمة يعني إيه؟ يعني مثلا تلاقيه في ميا تلاقيه في جولوكوز ما احنا عندنا الجولوكوز اللي بيتم امتصاصه بيروح فين؟ بيروح في البلازمة بيلاقيه في سكرات وحدية بتلاقيه في كمان يوريا بتلاقيه كل مكونات البلازمة بتلاقيه في أملاح بتلاقيه في بروتنات كل محتويات البلازمة بالإضافة إليه؟ بالإضافة إلى عدد كبير من كرات الدم البيضاء بيكون عدد كبير من كرات الدم البيضاء بالإضافة بقى الحاجات دي كلها اللي قال أحماض الدهنية والجليسول وفيتامينات دي الحاجات اللي بتكون موجودة في اللنف مش موجودة في الدم وبيكون عنده ععية كبير من كرات الدم البيضاء وربما كرات الدم البيضاء الوظيفة الأساسية أيه؟ ووظيفتها الأساسية المناعة طيب هو الجهاز اللي فاو techこう يمكن من ويبس لا بتكون من اللمف واللمف ده أكيد ماشى في أوعية فالعوية دي اسمها الاوعية اللمفاوي يبقى كمان بيتكون من switched to an طيب بيحتوي كمان على عقد اسمها عقد لمفاوية شايفي انت العقد ده هاي شايف الجسم كده بكون فيه عقديه ده اكتر العقدة اللينفاوية بتكون موجودة في المناطق ده كده مناطق الإبط و مناطق العانة تمام بيكون فيها عدد كبير من العقد اللينفاوية العقد اللينفاوية دي وزيفتها ترشيح ترشيح الدم يعني بتخلص الدم من الفضلات اللي موجودة فيه ترشيح البلازمة طبعا بلازمة الدم و كمان بيكون لها دور طبعا مناعي علشان كده في حالة الاصابة باي مرض في حالة مثلا الاصابة بالامراض اي مرض بقى التهاب مثلا رئة التهاب الزايدة الدودية اللي بيحصل بيزداد عدد كرات الدم البيضاء ويزداد نشاط العقد اللينفوية يبقى في الامراض بيحصل حاجتين بيزداد نشاط العقد اللينفوية لان عشان تدفع عن الجسم و كمان بيزداد عدد كرات الدم البيضاء طيب من اهم الاعضاء اللينفوية و اللي بيكون لها دور مناعي هو الطحال الطحال هو اهم عدو مناعي موجود في جسم الانسان و بالتالي هو كده اهم اصلا عدو موجود في طبع الجهاز اللينفوي و طبعا احنا عارفين ان الطحال ده بيتكون فيه نوع من كرات الدم الحمرة و بيتكسر فيه نوع من كرات الدم الحمرة يبقى يعمل على تكوين نوع من كرات الدم ويكسر نوع من كرات الدم يبقى يعمل على تكوين كرات الدم البيضاء وكمان تكسير تكسير الحمراء يبقى يكسر كرات الدم الحمراء يبقى يكون كرات الدم البيضاء ويكسر كرات الدم الحمراء طيب وكده نبقى خلصنا الدرس الثاني اللي هو درس تابع النقل في الإنسان والسلام عليكم ورحمة الله والبراكتو